عملت إيه بقى علشان توصل لحلم التمثيل؟ كان موجود الحلم من زمان؟ كان دايما عندي الشغف لأن برضو بصراحة كان بيخلنا على طول أفلام في سينما أمير ومترو وإحنا صغيرين فحبيت الأفلام الأمريكية جداً يعني بحب الأفلام وبندمج معاها وبعيش القصة يعني بتخرجي من السينما كأنني كنت شبعتي كده أكلتي أكلة حلوة قوي وغزيتي الجهاز اللي جوا ده كله فكان عندي الشغف وانا 23 سنة قلت أنا عايز أدرس تمثيل رحت الأكتمية لقيتها غالية جداً فقلت أنا ما ينفعش الوقت يا أستنى شوية أدرس أشتغل ده في أمريكا ده في أمريكا آه واشتغلت بقى يعني شوانات كتير جداً اشتغلت إيه بقى يا أصول؟ اشتغلت أول حاجة اشتغلت كشير اشتغلت ديلي من اشتغلت ديلي في الديلي اشتغلت ديليفري بيتز افتومنوز بعد كيها بقيت مدير المحل لفترة ديليفري بيتز بردو تانا السنين اشتغلت في ريستورانس اشتغلت في كنت ببيع خطوط انترنت دي رسالة مهمة جداً للشباب انك عشان يعني أصولهم كان عايز يحوش فلوس عشان يعمل حلمه يحق حلمه انه يدخل أكاديمية التمثيل اللي هي غالية جداً في أمريكا غالية جداً وعشان ألقل كمان هاليوود انا كنت في نيويورك فالمسافة أصلاً والقل وكده كاليفورنيا غالية جداً يعني كولاية وحياة فاشتغلت كتير حاجات كتير يعني اشتغلت مترجم فترة 3 سنين انجليزي عربي عربي انجليزي اشتغلت ببيع عربيات اشتغلت فترة في بيع العربيات وعندي طبعاً أصحابي هناك كتير ساعدوني جداً يعني 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 مهم جداً الناحتي بي عنده صحاب يعني مصريين وعرب جدعان بيوفوا معاك يعني والحمد لله اللي وفقت في كده يعني